بما من المقرر أن يلقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خطاباً في الكونغرس الأمريكي الأربعاء المقبل تتسع دائرة المقاطعين من النواب الديمقراطيين الخطاب بسبب الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ويتفق أربعة نواب أعلنوا مقاطعتهم للخطاب كل على حدة أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن فرض دولة الفصل العنصري والانتهاك المفرط لحقوق الفلسطينيين وسط تأكيدهم على ضرورة عدم إعطاء منبر لرئيس دولة لا تحترم حقوق الإنسان وتأتي زيارة هرتسوغ لواشنطن في وقت يتطلع فيه نيتنياهو إلى ترميم علاقته مع سادة البيت الأبيض الذين باتوا يخشون من تصاعد حدة مواقفه ومواقف حكومته من قضايا عديدة لسيما ما يخص الاستيطان على وجه التحديد شذا عابد تلفزيون فلسطين